اشتركوا في القناة اكثر العوائل المشاكل عندكم من اين اتت قال اخوه اخذ اموالي ما وزع تركة اخذ البيت اخذ السيارة قتل يحصل بسبب الارث اكثر المشاكل في العوائل بسبب قسمة التركات يؤخر وهذا يأخذ وهذا لا يأخذ وظلمني ووقع 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 واكثر ما يكون ايضا في هذه الايام يعطو الرجال ولا يعطو النساء صحيح على مكان عليها للجاهلي وقال هذا كيف نعطيها اش كيف تعطيها قال زوجها ينفق عليها طيب هذا مال من حقي قال لا والله ما نعطيه الغريب وغريب بعض الناس في هذه الايام يحرم بعض الورثة يقصد هذا طيب فيه ايات والله سبحانه وتعالى اتولى قسمة التركات بنفسه لا يقولوا انا ما اريد فلان يارث مني عجب وانت لا تدري لعلك ترث انت صح انت ما تدري من يموت قبل الاخر احد التجار عندنا الاثرياء تزوج مرأة وانجب منها بنت ثم طلق وحصل اشكال ثم تزوج باخرى وانجب منها ولدين الولد الاشكال عندنا هنا غير العرف العرف عندنا ذكور اثنين ابناء وكان يعني لا يحب هذا البنت فكتب كل ما لديه من املاك باسماء الذكور حتى يحرم البنت هو ما يكلمها اصلا قاطعه سبحان الله يقدر الله ان هذا البنت تموت وبعد ايام من الوفاة جاء زوج البنت مع الاولاد الى هذا الرجل الثري وقالوا هذه تركت البنت قسمت وهذا نصيبك منها اربعة الاف ريال سعودي اربعة الاف ريال سعودي هذا مليار دير اخذ يبكي وقال سبحان الله انا توقعت انها تريثني واردت منعها من الاف والان انا اريثها لا خذوا اخوانا امر كتبه الله لابد نمشي عليه ليس فقط في الفرائض في كل شيء نحكم الشريعة لان اذا تركنا تحكيم الشريعة كان الضلال نعم نبدأ اذا بالدراسة ولا بد انك يعني تتفائل ان هذا العلم سهل ويضبط باذن الله تعالى الله عندنا يعرف الشخص من الطلاب من يطلب هذا العلم صغار صغير يعني احيانا سبع سنوات ثمانية سنوات تسع سنوات ويضبط يمر هذا الصغير عندنا في الحلقة بالطلاب يمر تجد يعني هذا يعني رجل في لحة الشيب وكذا حل وهذا يأتي وينظر ها كذا فيه فهذا الكبير في السن يقول ولد امشي يقول امشي وين خطأ يقول امشي امشي يقول هذا خطأ حلك خطأ يقول امشي انت ما تعرف شيء يقول انا ما عرف شيء انت ما تعرف شيء هذه خطأ والله عندنا هذا الطالب الصغير يقسم تركات والله طبعا نحن يعني التعويد ما في شكال تعود الطالب كذا يضبط العلم لا يعرف صغير وكبير صح لا يعرف ضبط فإذا ضبط العلم اتهى العلم الحمد لله